يستعد اللاجئون السوريون في بلدة عرسال في البقاع الشمالي اللبناني لإزالة الأسقف الإسمنتية لخيامهم بعدما بدأوا هدم الجدران يأتي هذا تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الذي أعطى مهلة للاجئين السوريين حتى العاشر من الشهر الجاري من عرسال في البقاع الشمالي اللبناني تنظم إلينا كلودي أبي حنة مراسلة الغد كلودي إذن مزيد من التفاصيل لديكي نعم نحن هنا في الواقع في مخيم البراء في داخل بلدة عرسال في هذا المخيم يعيش حوالى 160 عائلة حوالى 850 شخصا يعيشون في هذا المخيم الخيم هنا غالبيتها ليست ذات أسقف إسمنتية ولكنها مدعمة بعواميد خشب وفيها جدران إسمنتية وقد بدأ النازحون هنا إزالة هذه الجدران مثلا وراء هذه الخيمة كما ترون الجدار هو من الإسمنت بدأ التهديم من الداخل وسوف يصار إلى تهديم هذا الجدار لكي لا يتعدى الخمسة مدميك أيضا هنا إذا نظرنا في هذا المكان نرى الحجارة وهي نتيجة تهديم الجدران الإسمنتية في هذا المخيم والعملية مستمرة لكي يتم استبدال هذه الحجارة إما بالأخشاب أم بالشوادر استنادا إلى ما يتلقاه النازحون من مساعدات في هذا المخيم كما ذكرت مخيم البراء في بلدة عرسال هنا مثلا في هذه الخيمة نرى أنه حصل التهديم وقد انتهى لا يتعدى الجدار الخمسة مدميك وقد تم وضع الأخشاب وسوف تغطى هذه الأخشاب بشوادر تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للدفاع ويساعد الجيش اللبناني في التنفيذ جمعيات إغاثية تتواصل مع النازحين وتسلمهم الأخشاب وتسلمهم الشوادر سوف نطلع إلى أجواء النازحين هنا بعد البدء بتطبيق هذا القرار وأذكر بأن المهلة كما حددها المجلس الأعلى للدفاع تنتهي في العاشر من الجاري معنا أحد مسؤولي المخيم عبد الإله يعني هذا القرار هل ينعكسه سلبا على النازحين السوريين ولا في تقبل لهذا القرار ورأينا أن التنفيذ ماضي قدما نحن هون بمخيم براء واحد في عرسال نحن نحن تقبلنا القرار تقبلنا القرار وبكل أريحية انتبهت شلون نحن متقبلين القرار ونحن هلأ حاليا عم نقوم بتنفيذ القرار منذ 29 خمسي 2019 بدأنا بتنفيذ القرار ونحن نقوم بتنفيذ القرار بكل أريحية وبكل صدر رحب كيف يؤثر عليكم تطبيق القرار؟ رح تدالكم قادرين تتحملوا حر الشمس بالصيف والبرد في الشتاء والعواصف إذا تم استبدال الإسمنت بالشوادر وبالخشب؟ نحن هنا في مخيم البراء مخيمنا 160 خيمة 160 عائلة مخيمنا كله النسبة العظمة من مخيمنا هي شوادر فقط يعني دف أعمدي خشب وشوادر ولكن عندنا 38 خيمة يعني صاحب الخيمة كان مجبر أنه يعمر هالحيط الإسمنتي لظروف معين لظروف التقس والبرد والحر والشوب حاليا نحن عم نقوم 38 خيمة منه نشلنا 26 خيمة يعني تنفذ قرارهم يعني قادرين على الصمود والعيش بيز بالشروط الجديدة للخيام لإقامة الخيام الأمر عادي جدا وبسيط جدا نحن نتقبل تنفيذ القرار ولكن في عنا نحن جمعيات وبنشكر هذه الجمعيات وبنشكر الأمن والجيش اللبناني إنه إجا لعنا وعملنا معاملة حسنة وطيبة و26 خيمة نفذناهم وإسا عنا 10 و12 خيمة هدول هنحن حاليا ماشيين بالتنفيذ وعم نستنى الجمعيات وعم نستنى الجمعيات مشان نتعوض علينا الخشب والشوادير مشان ننفذ القرار بشكل كامل إذن العمل مستمر لتنفيذ هذا القرار ولكن ليس كل مخيمات عرسال على هذا الشكل لأن هناك مخيمات الأسقف فيها إسمنتية وهذا الأمر هو الذي يطرح إشكالية سوف نرى كيف سيتم حل هذه الأشكالية مع المسؤول عن التنسيق بين البلدية والمخيمات السورية في بلدية عرسال السيد خالد سلطان يعني كنت عم بتقلنا أنه لن يكون الأمر كتير سهلا بالنسبة إلى إزالة الأسقف الإسمنتية في مخيمات أخرى كيف ستحلون هذا الأمر ولماذا الأمر ليس سهل بالنسبة للمخيمات الإسمنتية كما تعلمون أن وضع الإسمنتية بدأ يكون فيه رجيجات كهربائية فهي بدأ فيه كلفية كلفية بالنسبة للنسح السورة هلأ كنا نبرح في اجتمع أولتنا مع الصليب الأحمر وحكينا بالموضوع بالمركز البلدية أنه على أساس أنه يندرس هذا الموضوع بجدية لأنه المواطن السوري ما عنده الإمكانيات لا يقدر يجيب كاميونات ويجيب جرافات ويجيب بفروط كهربائية لا يزيلها المخالفة بس بالمبدأ العام الناس كله عند السعداد لتنفيذ قرار المساعدة الدفاع الأعلى ما في حدا عنده اعتراض من هذا الموضوع هذي هلأ الموضوع عم يمبحث شاء الله في هاليومان ثلاثة بكون في عنا نتيجة شاء الله جيدة من نسبة للموضوع الأبنية الغرف البطوة إذن جولتنا الميدانية يعني أظهرت التجاوب مع تنفيذ القرار بإزالة الأسقف الإسمنتية وإزالة الجدران التي تعلو عن خمسة مدميك ولكن العمل متواصل والتنسيق متواصل لأنه مثلا في مخيم الشهداء سوف ننتقل إليه بعد قليل إذا تمت إزالة الأسقف الإسمنتية سوف يحتاج الأمر إلى تهديم كل المخيم لأن الخيم قائمة على هذا السقف هو الدعام الأساسية لهذه الخيم سوف نرى ماذا سيفعل النازحون في هكذا مخيمات كيف سيتعاطون مع الأمر كي لا يتعرضوا لأي تشرد وكي يتمكنوا من الصمود في ظروف عيش قاسية في هذا الصيف علما أن غالبيتهم أيضا هنا الباقون لن يستطيعوا العودة قريبا إلى سوريا لأنهم من مناطق القصير وريف القصير حيث المشاكل لم تحل بشكل كامل مع النظام شكرا لك كلودي أبي حنة مراسلة الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر